و هتكلم عن النشاط الرياضي القصة مش كورة بس و بيشاركوا في اهم البطولات لا ده كمان عن نشاط الرياضي النهاردة بعثة طايرة النادي الاهلي و وصلت البرازيل للمشاركة ايضا في كاس العالم للانداء الاهلي بيشارك في كاس العالم كورة ويد وطايرة وسلة قبل كده طبعا البعثة وصلت بعد رحلة طايران استغرقت حوالي 30 ساعة يعني البعثة سفرت امبارح فجر الاتنين من مطار القاهرة وصلت قديسة بابا قعدت ترانزيت تساعتين ومنها على طول غدرت الى مدينة تساوبولو رحلة كانت مدينها 12 ساعة وانتظرت البيعثة كمان 7 ساعات ترانزيت واتجهت من تساوبولو لمدينة اسمها اوبرلندية البرازيلية دي اللي هتقوم فيها البطولة اللي فيها يعني 8 فرق الاهلي في المجموعة الاولى كبطل افريقيا مع برايكلوب البرازيلي فولاد دا سيرجان الايراني وكوتشيني لوبي الايطالي في مجموعة تانية فيها تورينتو الايطالي كورزيرو البرازيلي وسوسيداد دا فولي الارجنديني وشباب يازدى الايراني نتمنى توفيل الجهاز الفني والجهاز الطبي واللاعبين وان شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة لفريق الطير قدامكم طبعا على الشاشة هي أسماء اللاعبين عبدالله عبدالسلام عبدالحليم معب وحمد صلاح سعودي عصران الحسيني حسام يوسف رمضان صفعابد عثمان مصطفى جابر خالد عادل إسلام عبدالساميع وزياد أسامة وينضر جارسيا وكل التوفيق رب للفريق بيزدى الله في هذه الرحلة